لم تعد تركيا تثق بالاقوال بل تنتظر افعالا من واشنطن كما تقول لتبديد الازمة التي تفاقمت بين الدولتين لسيما على خلفية الدعم الامريكي للقوات الكردية في سوريا اما امريكا التي تراقب بقلق الارتماء التركي في احضان روسيا فبدت من خلال مواقف تيلرسن الاخيرة في انقرة مهتمة باصلاح العلاقة مع تركيا فهل ستكون المهمة سهلة؟ نتائج زيارة وزير الخارجية الامريكية ستقرأ في الايام والاسابيع المقبلة من الساحة السورية اولى ملامح الاسترضاء الامريكي لانقرة بدت في تسامح واشنطن حيال التركيا في عملياتها العسكرية في عفرين وكان لافتا الحشد العسكري الاضافي الذي دفعت به انقرة باتجاه عفرين بعيد انتهاء المحادثات الامريكية التركية كما كان لافتا تكثيف الهجوم التركي على قرى وبلدات عدة في عفرين حتى ان وحدات حماية الشعب الكردية والمرصد السوري لحقوق الانسان اتهم انقرة بتنفيذ ما يشتبه بانه هجوم بالغاز ورغم نفي انقرة هذا الاتهام اعلن مدير احد مستشفيات عفرين عن استقباله ست حالات تعاني من ضيق تنفس وسعال وحرق بالجسم التخلي الامريكي عن عفرين الذي سهل على تركيا مهمتها ربما هو ما سرع ايضا في تقديم القوات الكردية تنازلات الى الجيش السوري الذي يفاوض الاكراد حاليا على شروط دخوله الى عفرين لحمايتهم من الهجوم التركية اما منبج التي احتلت اولوية في جدول المحادثات الامريكية التركية فلم تبدي واشنطن سلبية حيال الطرح التركي حولها والذي يقضي بسحب الوحدات الكردية منها الى شرق الفرات على ان تتمركز في منطقة منبج قوات تركية امريكية مشتركة وبحسب مصدر تركي فانه في حال نفذ الاتفاق التركي الامريكي حول منبج تبحث بعدها مسألة اقامة شريط امني شمال سوريا على طول حدود تركيا يكون خاليا من وحدات حماية الشعب الكردية بعمق يتفق عليه لاحقا يبقى ان نعرف كيف ستتعامل موسكو مع هذه الطرحات بعدما استفادت سابقا من الخلاف الامريكي التركي لتعزيز اوراقها على الساحة السورية